اشتركوا في القناة نعوذ بك من شماتة الاعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء ونعوذ بك من الشقاوة بعد الهداية ومن السلب بعد العطاء واشهد ان لا اله الا الله هو صاحب العظمة المطلقة وصاحب الكمال المطلق الباقي هو والدائم هو والواحد هو والغني هو والعليم هو والسميع والبصير والمريد والقدير والحي الذي لا يموت هو اسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني فيما ادخلته ناري يا رب وزادي قليل ما اراه مبلغي? هل الزاد ابكي ام لطول مسافتي? اتحرقني بالنار يا غاية المنى فاين رجائي فيك? اين محبتي? واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نبي اعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وصبر ايوب واقدام داود وعظمة سليمان وبسيطة يحيى ورحمة عيسى سيد يا بلقاسم يا رسول الله بلغ الولى بكماله كشفت دجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. اقضي هذه الجولة مع الدرس الخامس والثمانين ومع قول سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هذه رحمة الله بامة الحبيب محمد. كانت الامم السابقة اذا نزلوا ميدان القتال وغنموا من الاعداء لا يحل الله لهم ان يأكلوا من مال الغنائم بل كانوا يجمعونها في مكان ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. اما امة الحبيب المصطفى فقد قال الله لهم فكنوا مما غنمتم حلالا طيبا. واتقوا الله ان الله غفور الرحيم. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء انني سوف اعرض على حضراتكم حكم الاسلام في الاموال العامة وفي مال الغنائم في اموال الدولة في اموال المسلمين وكيف ضرب الاسلام حولها صورا فولاذيا لا يرقى فوقه احد الا هوا في النار سبعين خريفة منطقة المال منطقة خطيرة المال شقيق الروح. ولذلك كان امير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اذا وضع رأسه على وسادته لينام. سأل نفسه هذا السؤال. ماذا تقول لربك غدا يا عمر لقد كنت ضالا فهداك الله وكنت ذليلا فرفعك الله وكنت واضيعا فاعزك الله فماذا تقول لربك غدا عمر يقول هذا النشيدة الرفيع القدسية وهو الذي خرج ذات يوم وهو امير المؤمنين من محيطها الى خليجها. فوجد في يد ابنه الاصغر قطعة من البرونز لا تساوي شيئا. ساله عمر من اعطاك هذه القطعة من البرونز يا هلام. قال له عامل بيت المال يا ابتاه. فذهب عمر مع ابنه وكأنه غشيته من هول المصاب غاشية تكاد تقسم فقار الظهر. وذهب الى وزير خزانته الى وزير ماليته الى وزير اقتصاده الى وزير المال. وقال له من الذي امرك ان تعطي ابنه همر هذه القطعة. فقال له وزير المالية يا امير المؤمنين لقد قمت بجرد الخزانة. فوجدتها ذهبا وفضة ولم اجد قطعة من البرونز الا هذه. فاعطيتها لابنك. وعند اذن احمر وجهه امر غيظا وغضبا. وانتفقت اوداجه وغرورقت عيناه بالدمع وقال له تكلتك وامك هل بحست في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا يأكل الحرام الا بيت عمر. الله الله يا ابن الخطاب. فكلتك امك هل رأيت وبحت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا الافقور من بيت عمر. رد القطعة الى مكانها. معاشر الاخوة الاعزاء. لما غنم المسلمون يوم بدر اخذ بعضهم يسأل بعضا. ماذا نفعل في الغنائم? غنموا عدادا وعددا واموالا. وكان ذلك استجابة لدعاء سيدنا محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وتسليماته. وقف في الميدان يوم بدر. وقبل ان يخوض المعركة في حومة الوغى. وارسل هذه البرقية العاجلة الى رافع السماء بلا عمد. وقال له في برقيته اللهم انهم جياه فاطعمهم. اللهم انهم عرات فاكسهم. اللهم انهم حفاة فاحملهم. عرات جياه حفاة هؤلاء الذين وصفهم المؤمنين. مصطفى بهذه الصفات رفعوا راية التوحيد عالية امام قوم انغلاب الاكباد جفاة الطباح قزاة القلوب وجعلوا من البحرين الابيض والاحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في عرض ارض الاسلام ببركة لا اله الا الله. لم يعتمدوا لا على الشرق. ولم يترجهوا الى الغرب انما توجهوا الى من يقول ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فتم وجه الله. ان الله واسع عليم. وبعدما اخذ المسلمون يتساءلون من الذي احق بالغنيمة? الذين طاردوا العدو? ام الذين جمعوا الغنائم? ام الذين قاموا بالدفاع عن رسول الله? وعندئذ توجهوا الى سيدنا رسول الله يسألون كيف توزع الغنائم? وبعدما طرح السؤال على سمع المصطفى كانت الاوامر قد صدرت من القيادة العليا الى سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء الامين جبريلا على نبينا وعليه الصلاة والسلام هبط بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطئوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. الانفال هي الغنائم. الانفال جمع نفل وهو الغنيمة. الانفال هي غنائم الحرب. والله تبارك وتعالى لما كان اعلم ان الغنائم اموال وان المال كثيرا ما يسبب النزاع والشقاء. حتى بين الاخوين الشقيقين. كم من اخوين ناما في فراش واحد واكل من رغيف واحد ورضع من ثدي واحد فرق بينهما الدرهم والدينار. ولذلك بعدما قال الله تبارك اسمه قل الانفال لله والرسول اي ان الله ورسوله يقسمها على حسب علم الله. قال بعد ذلك فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. لا تختلفوا. لا تختلفوا. ووين للذين يظنون ان كثرة المال من الحرام هي السعادة. وقد غفل الذين ظنوا ان في يد امريكا حل الامور وتفريج الكروب. اتحبون المخلوق وتنسون الخالق. اتحبون المال وتنسون الحساب. اتحبون الدنيا وتنسون الاخر. اتحبون القصور وتنسون القبور. اتحبون الذنوب وتنسون التوبة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الذي يملك الامر كله هو الله. الذي بيده ملكوت السماوات والارض هو الله. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ عين المصطفى قد ضحك. وكان لا يضحك الا لامر عجيب. قال عمر ما يضحكك يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى رجلان من امتي يقفان بين يد الله تبارك وتعالى. فيقول احدهما يا رب ان فلانا هذا قد ظلمني فاخذ مظلمتي منه. فيقول الله لمن ظلمه لما ظلمتها فاعطيه مظلمة. فيقول يا رب لقد ذهبت الدنيا. فمن اين اتيه بالمظلمة التي اخذتها? فيقول له مولانا اعطيه من حسناتك. فيقول له يا رب ليس لي حسنات. فيقول الله للمظلوم ماذا تفعل? فيقول يا رب خذ من سيئاتي على سيئاته. وعند اذن بكى المصطفى. وقال ما اشد هذا اليوم الذي يحتاج فيه العباد الى من يحمل عنهم اوزارهم. فكيف تحل المشكلة? المظلم يريد ان يطرح من سيئاته. والظالم قد تجرد من حسناته. والله تبارك وتعالى يريد حلا لهذه المشكلة لان ظالمه قد تاب في الدنيا توبة النصوحة. وقد قبل الله توبته. فيقول الله للمظلوم انظر فوقك. فينظر فوقه. فيقول له الله ماذا ترى? فيقول ورى قصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. ومدائن من فضة. لمن هذه يا رب? فيقول له تبارك وتعالى لمن دفع الثمن. فيقول العبد لمن هذه القصور? لأي نبي? ام لأي صديق? ام لأي شهيد? فيقول الله لمن دفع الثمن? فيقول العبد المظلوم ومن الذي يملك ثمن هذا? فيقول له الله لمن عفى عن اخيه? فيقول له لقد عفوت عنه يا ربي. فيقول له الله خذ اخاك وادخل به الجنة. يا معاشر السادة. قل الانفال لله والرسول. فاتقوا الله. واصلحوا ذات بينكم. لا تدعوا المال يفرق صفوفكم. لا تدعوا المال يحدث البغضاء في نفوسكم. اسمعوا الى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول والله ما الفقر اخشى عليكم. انا لا اخشى عليكم الفقر. اذا فماذا تخشاف علينا يا سيدي يا رسول الله? قال ولكني اخشى ان تفتح عليكم الدنيا بعدي. فينكر بعضكم بعضا. وينكركم اهل السماء عند ذلك. اخشى ان تفتح عليكم الدنيا بعدي. فينكر بعضكم بعضا. وينكركم اهل السماء عند ذلك. الاسلام حرص كل الحرص على مال المسلمين. ولذلك لما نزل المسلمون غزوة خيبر بقيادة الرسول المصطفى. اذا برجل قضى سحابة يومه تطير الرقاب على سيفه. رجل من المسلمين قضى سحابة يومه في الجهاد والقتال. وعندما وضعت الحرب اوزارها اذا بالمسلمين يذكرونه بخير. ويقولون هنيئا له الجنة. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه اختلس عباءة من مال الغنائم. صرق عباءة عباية صرقها وانني اراها الان تشتعل عليه نارا في قبره. مال الغنائم المال العام مال المسلمين مال المسلمين قضى يومه يقاتل وتطير الرقاب على شفارات سيفه. ومع ذلك اشتعلت عليه العباءة التي صرقها من مال المسلمين اشتعلت عليه نارا. وهذا فرق كبير بين هذا السارق وبين ذلك الاعرابي الذي جاء الى القيادة العامة وقال للحبيب المصطفى يا رسول الله ابايعك على الجهاد والهجرة. ونزل المعركة مع النبي. وبعد انقضاء المعركة جمعة الغنائم. وقسم النبي الغنائم كما امر الله. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول والد القربة. واليتامى والمساكين وابن السبيل. ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قسم النبي الغنائم. واذا به يريد ان يعطي هذا الاعرابي نصيبه. واذا بالاعرابي يحتج بشدة? ويقول يا رسول الله ما على هذا اتبعتك? انما اتبعتك لاغمى بسهم ها هنا. واشر الى عنقه. فاقتل في سبيل الله فادخل الجنة ما على هذا اتبعتك? ما اتبعتك من اجل مال ولا عرض? انما اتبعتك لاغتل? وادخل الجنة? ونزل المعركة? وقتل شهيدا? وجئ بجسمانه الشريف الى الحضرة المصطفية? الى حضرة المحمدية? الى مجلس رسول الله. فسأل الرسول من هذا? قالوا هذا هو الاعرابي الذي رفض ان يأخذ نصيبه من الغنائم. قال اهو هو? قالوا نعم يا رسول الله. فقال الرسول صدق الله فصدقه الله. لم يكونوا عباد مال. لم يكونوا يسبحون بحمد الروس او الامريكان? لم يكونوا يسجدون لغير الله? وهل لغير الله ملك? وهل لغير الله سلطان? وهل لغير الله بقاء? وهل لغير الله قدرة? اين الجبابرة? واين الاكاسرة? اين جبابرة الروس والامريكان? اين ماركس? واين لينين? واين استالين? واين قردشوف? واين ابو الجانين? واين جنس واين ايزنهور? واين روسفيل? واين هؤلاء وهؤلاء? فوربك لنحشر انهم والشياطين ثم لنحضر انهم حول جهنم جثية. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية. وان من كم الا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. لا تقولوا لا اله الا روسيا ولا لا اله الا امريكا. قولوا لا اله الا الله. يفرج الله قربكم. ويصلح الله احوالكم. من استعذ بغير الله زل من توجه الى غير الله ضل من دعا غير الله فقد هوا الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من اختلاس اموال المسلمين. قال الصحابي الجليل ابو رافع كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فمررنا بالمقابر فسمعته يقول اف لك اف لك. وكلمة اف معناها التوجع والتدجر والالم. قلت يا رسول الله اتقولها لي. قال لا يا عبا رافع. انما اقولها لصاحب هذا القبر. بعسته ليجمع مال الزكاة من بني فلان فاكل من مال الزكاة طمرة خان الله في طمرة. خان الله في طمرة. من مال الزكاة من اموال المسلمين خان الله في طمرة. فماذا حدث? ان الرسول وهو يلقي هذا البيانة كان يستشف الحجب وينظر من وراء الغيب. كان يرى ما وراء الطبيعة يرى ما في داخل القبر. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل. الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. بعسته. ليجمع مال الزكاة من بني فلان فخان الله في طمرة. فماذا حدث يا رسول الله? قال الحبيب المصطفى فاراها قد اشتعلت عليه نارا يأكلها في قبره. نار. نار حامية من اجل طمرة. تعال الى الاموال العامة وكيف تنهب نهبا وتشلب سلبا. تعال الى اموال المسلمين كيف تبدد? وكيف تبذر? اسمع الى هذا البيان الخطير من رسول الله. اسمعوا ايها المسلمون لتعلموا الفرق بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. وقف النبي ذات يوم يخطب اصحابه فالقى هذا البيان الحاسم وكأنه طابور متماسك من الرصاص المقذوف قال ايها الناس من عمل لنا عملا فكتمنا مخيطا يعني ابرة. ابرة خياطة. من عمل لنا عملا فكتمنا مخيطا فهو غال اي خائن ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ابرة ابرة لا الف جنيه ولا مليون جنيه ولا استرليني ولا دولارات ولا ين ولا فرنك ابرة من خان المسلمين واختلس من مال المسلمين مخيطا فهو غال اي خائن قال الله تبارك تعالى وما كان لنبي ان يغلل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يأتي بما غل يوم القيامة يفسر هذه الاية الكريمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأعرف ان احدكم يوم القيامة يأتي وفوق رقبته شاة لها ثغا شاه او بقرة او جمل او فرس كل من خان مال المسلمين يأتي ومعه الشيء الذي اختلس فينادي يا محمد يا محمد فيقول له النبي انا لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك قد بلغتك يرحم الله الامام ابا حنيفة النعمان ابن ثابت جاءه رجل واخذ منه مئات الذراهم واعطاه داره لتكون رهنا عنده حتى يوفي الامام حقه ومر رجل بالامام فوجده واقفا ينتظر احد الناس في حرارة الشمس وقد سال منها لعاب كالمهل يسوي الوجوه فقال الرجل يا امام لما تقف في الشمس وامامك ظل هذا البيت فقال الامام ان هذا البيت مرهون عندي وانا اخشى ان اقف في ظله فاكون قد انتفعت به فيحاسبني الله على ذلك يوم القيامة ظل بيت يا امام يرحمك الله يرحمك الله اسأل الله ان يفرج كروبنا اسأل الله ان يصطر عوراتنا هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئ كما تدين تدان ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين ايها السادة الاعزاء اسمحوا لي ان اطرح على اسماع سيادتكم هذا السؤال الذي يبدو عجيبا كم تساوي هذه الدنيا هذه الدنيا التي نتصارع عليها ويحقد بعضنا على بعض ويأكل بعضنا لحم بعض قطعنا ارحمنا ونزل الشقاق في صفوفنا وكثرت ايمان الطلاق في بيوتنا وفشت الامراض الخطيرة في دمائنا وقلوبنا واجسادنا فكم تساوي هذه الدنيا ان الاجابة على هذا السؤال جاءت دقيقة وحاسمة في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح ضعوضة ما سق الكافر منها جرعة ما لا تساوي جناح ضعوضة جناح ضعوضة لا تساوي الدنيا جناح ضعوضة قال احد الحكماء عندما يولد ابن ادم يحتل من الدنيا ثلاثة اشبار وعندما يموت يحتل من الدنيا عشرة اشبار وهذا الصراع الذي بين البشر من اجل سبعة اشبار فقط سبعة اشبار فرق ما بين المولد وبين الوفاة انت الذي ولدتك امك باكية والناس حولك اضحكون صرورا فعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مصرورا كفر اكل الحرام فكفرت الاوبئة والخلافات وقف عمر بن الخطاب يقلب كفه عجبا ويخاطب نفسه عندما دخل عليه جندي كان يعمل في الجبهة الفارسية دخل عليه جندي املس الذراعين املس الكتفين ليس على ذراعه شريط وليس على كتفيه نصر ولا نجوم ولا سيوف جندي لا يملك من حطام الدنيا شيئا دخل على عمر في مجلسه ومعه سيف كسرى واساور كسرى والمنطقة الحربية التي كان يشدها كسرى على وسطه جاء الجندي فقد عثر عليها من مخلفات الجيش جاء الى عمر ليسلمها له وكان يستطيع ان يبيع بعضها فسيف كسرى من زهب واساوره من زهب كان الجندي يستطيع ان يخونها وان يختلسها وان يتصرف فيها ولكنه كان يملك بين جنبيه جهاز المراقبة اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه هل ديوان المحاسبات وقسم المخالفات ومكافحة التهريب هل قضت على السرقة والاقتلال لا والله الذي لا اله غير اقول لا والف لا وظلت حالنا على ما نحن عليه من حرب مع الله فالمصير ينزر بالخطر المغريات كسيرة النساء النساء عاريات في فصل الصيف البطون زهرت السيقان بدت الافخاذ اعلنت الحرب على خالقها الشباب في حال حرار الاباء في حالة عجز تام عن تربية الابناء اطلقنا الامور على عواهنها الاختلاسات كثيرة لقد قلب عمر كفي حجب جندي يأتي بهذه الاموال كلها وكان يستطيع ان يعرب بها ويبيعها اينما شاء واذا بعلي بن ابي طالب يقول له لا تعجب يا امير المؤمنين. عففت فعفوا ولو رتع فلرفعوا. عففت فعفوا. لا تعجب وان مسأل نفسك. انت عفيف? انت امين يا امير المؤمنين? لا تعجب. وكيف لا يكون امينا? وهو الذي طلبت منه زوجته ام كلثوم بنت الامام علي وفاطمة بنت رسول الله ام كلثوم ام كلثوم زوج عمر كوكب الاسلام طلبت منه ذات يوم قطعة من الحلوة. وفرت سمنها من مصروفها اليومي. كان مسلا يعطيها خمسة قروش وفرت نصف قرش. وطلبت منه شيئا من الحلوة. يوم اشتهت زوجه الحلوة. فقال لها من اين لي ثمن الحلوة فاشريها. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى فقومي لبيت المال رديها. قومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت. وما وهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. جندي املس الكتفين والزراعين يأتي باموال كسرى. ليسلمها الى امير المؤمنين. يا معاشر السادة. لما كفرت المخالفات الشرعية حل بنا الشقاق والفراق والالم. اسمعتم الى هذا الحادث? مهندس تطلق منه زوجته. لماذا? لانه يقيم كل ليلة حفالات الغناء والرقص في مسكنه. وزوجته تقية يرغمها على ان تشارك الراقصين فتابا. فقال لها قال لها انت دأة اديمة. بالنفس. لان على طاص الله اصبحت دأة اديمة. اعجبوا معي. اعجبوا معي لزمان اصبح المعروف فيه منكرا. والمنكر معروفا. اصبح الخصم العميد فيه قاضية. طلقت الزوجة لانها تريد ان تحافظ على شرفها وعفافها. ماين تذهبون من الروح? ان النبي صلوه عليه وسلم لم يضع المسئولية على واحد بعين. انما جعل المسئولية على كل راعب. ولن يصلح الله حال الامة. الا اذا صلحت القلوب مع الله. ان طلبة السانوية العامة يشتكون من صعوبة الاسئلة. وهذه مشكلة. فاسئلة اللغة الانجليزية لا يستطيع واضع الاسئلة نفسه ان يجيب عليها. واسئلة اللغة الالمانية فيها سبعة اسئلة ليست من المقرر في شيء. وهذه محنة من المحن. نزعت الرحمة من قلوب واضعين للاسئلة واصبح الضحايا هم الطلبة والاشد منهم هم الاباء الاباء الذين قد لا يملكون الا دموع عيونهم. في بلد يبيع العلم. في بلد يبيع العلم. فمن ليس معه من المال ما ينفقه على الدروس الخاصة فمستقبله مهدد بالضياء. الاسئلة ليست استعراضا للعضلات يا واضع الاسئلة. الامتحالات ليست تعجيزا اتقل لها في نفسك اتقل لها في الاباء البعساء الذين اذا رأى احدهم اللحم عند الجزار بكى. وقال للحم السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. رحمة بالاباء. انك تشدد في وضع الاسئلة في الامتحان. لان دخلك في الشهر قد يزيد على الف جنيه. الف جنيه. وتقضي شهرين او اكثر على شواطئ لبنان الفاجرة. اما اطلبت المساكين وعليان امورهم البعساء. فقد نزعت الرحمة من قلبك. ومن لا يرحم لا يرحم. لا تنزع الرحمة الا من شقيس. ان العبقرية في وضع الاسئلة ليست في التعجيز. فكل انسان يستطيع ان يعجز الممتحن. بفتح الحاء. كمثل ذلك المدرس. الذي دخل على تلامذته ذات يرب. وقال لهم من حل هذه المسألة اعطيتوه عشرة جنيهات. وكتب المسألة الحسابية كما يلي. قطار يجر تسع عربات. في كل عربة خمسون راكبا. فما عمر الساق? وكم كيلو مترا يقطعها القطار في الساعة? اول المسألة لا يمت الى اخرها بصلة. من السهل ان تعجز. ومن السهل ان يعجزك الله يا من تعجز. ليس الامتحان استعراضا للعضلات. الامتحان تحصيل للمعلومات. وانتم تعلمون اننا في بلد لا يساعد على تحصيل العلم. الافلام في كل مكان تدعو الى الاغراء. واذا اتطلعت في ميدان التحرير او رمسيس. رأيت اعلانا طوله شهر وعرضه عشر. وعليه صورة شارة. ارتمى في احضان مرأة. وفوقهما اعلان يقول الاحضان الدافئة. فيل. يا مرحبا. الاحضان الدافئة. نار جهنم اشد دفئا. واشد حرا. واشد وبالا. بلد يدعي ان الاسلام دينه. يجاهر الله بالمعصية. يجاهر الله بالحرب. الاحضان الدافئة. رجل في احضان راه. احضان شيطانية. احضان جهنمية. غضب من الله. واذا كان هناك اب محافظ على اسرته. يدعوها الى الفضيلة. فانه يرمى بالرجعية. ويرمى بالتأخر. ويرمى بالجنود. حتى يسخر منه اولاده. البيوت المحافظة في مصر اصبحت الان تقبض على جم. تهتز الارض تحت اقدامها هزات عنيفة. البيوت التي تريد ان تعرف الله تعاني الامرين. ولذلك تحققت كثيرا من قول السيد الجليل محمد. وهو يوصي بطربية البنات وعلمت ان الامر خطير وهو يقول من ابتلي باربع بنات كن له عونا يوم القيامة ابتليا انظروا التعبير بفتليا. ان تربية البنات وتنشئتهن ليست امرا سهلا. لقد انفلت الزمام. لقد بلغ السيل الزبا. لقد غل المرجل وانفجر. لم يبقى في قوس الصبر منزع. مفسديون يعمل ويعز له ان يعمل ليلة الجمعة. الليلة التي تستحب فيها كثرة الصلوات على النبي. الشوارع ملتخة بالاعلانات العارية. نتعجه الى غير الله وننص الله. الشباب الان اصبح يفرح ويمرح. كيفما يشاء. الحرية كل الحرية. لمن اراد ان يشرب الخم او يلعب الميسر او يمشي مع البنات. وليس هناك حرية لمن يقول ان ني متمسك بالفضيلة. لماذا? هل هذا هو الطريق المستقيم? انه طريق مسدود. انه خطر. انه خطر كله. لو جاءتنا اموال الدنيا كلها. ونحن على ما نحن عليه من خراب الزمم فسوف نأكل المال اكلا لما. ان بيننا ناسا يأكلون مال النبي ويغمسون بمال الصحابة. ان البطون اذا لم تعرف الله فلا بركة ولا غير. وقد افادت الانباء ان سبق الخيل يدخل لاحدى الوزارات مية واحد وزتين الف ادنه وربعمية. وهذه الاموال تنفق على الفقراء في الضمم الاجتماعي. وسبق الخيل قمار وحرام. لا تدخل الحرام بطول الفقراء. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات ما كسبتم ان الصدقة بالحرام لا يقبلها الله. لا يقبل الله الصدقة بالحرام. لذلك نحن لا نعرف من اين نعالج. اخلاق منهارة. زمم خاوية على عروشها يطير فيها الامين جبريل بجناحيه سبعين عاما. زمم تالفة. امتحانات صعبة. ابناء لا يطيعون. اباء بواساء. لماذا? وما العلاج? العلاج ان نسمع اراء الناصحين. ان نسمع اراء المخلصين. لقد قربنا الاعداء وابعدنا الاصدقاء فلم يصر العدو صديقا. انما صار الصديق عدوا. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا الى لوط من قريتكم. انهم اناس يتطهرون. اخرجوا الى من قريتكم. انهم اناس يتطهرون. يا معاشر الاخوة الصلح مع الله علاجنا. الصلح مع الله دواؤنا. لابد من سماع رأي المصلحين المخلصين المنصفين. الصلح الصلح مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة للحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشفي مرضى المسلمين. اللهم يحد صفوفنا. اللهم طهر قلوبنا. اسطر عوراتنا. امن روحاتنا. فق اسرنا. ارحم ضعفنا. بلغنا مما يرضيك اعمالنا. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. سادتي واخواني اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي. محمد طب القلوب ودوائها. وعافية الابدان وشفائها. ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويتاء ذي القربة. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. سيدنا سليمان الورج عليهم. فلنأتي انهم بجنود لا قبل لهم بها. ولنخرج انهم منها اذلة وهم صاغرون. وجاء رجل فقال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. جاء العرش. عرش بالقيد. ولما جاءت ورأت قدرة الله امامها اعلنت كلمة التوحيد قائلة رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اصال الله ان يتوفان على الايمان الكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان النساء في المستقبل سيعلموا اننا لا جد بإذن الله. ببركة الدكتورة عايشة رات الصلاة مجرد من النساء في المستقبل. اشعر يا رجال الاسلام. الشعر ان تقدموا سلامك عزيم للزوجة كل صباح. وتقدم لها واجبات الولاة. فان المزهر الخامس بعد ابن حليطة ومالك والشافعي ابن حمد المزهر الدكتور. سيقدمك ويروح الزوج الى محاكم التأديد. ولم يقبل القاضي منك صلاة. واذا طلحتها سيصلت ونفقتها من المرتب. بعد ان كانت خمسة وعشرين في المية. فالغض ان تكون اربعين في المية. ومستشار بالامس اسمه الاستشار الخيبة والنجالة يطالب ان تكون النفقة خمسين في المية. لو كان هذا مطلقا ما قال هذا الكلام. لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا السجادة الا من يعانوها. مستشار الخيبة والنجالة. يطالب ان تكون النفقة من الرجل خمسين في المية. المصفى المرتب. تقدم المجال على سنوات طويلة. اذا يا زواج. يا فلاح. يا نفقة. يا حضولة. من يذهب الشباب الى حيث يذهبوا. هذا حفر. ولوني على علماء الله اظهر لا شد من اليوم على وزيرة الشهور. ان المسألة لن يدافع عنها شكاة ولا رشد اجابها. ان المسألة لدافع عنها اصحاب العمائل البيضاء. حبوا الدفاع عن دين الله. وقونا كلمة الحق لله. فانكم رجل بين يجع الله ملقوفون. وعن اعمالكم محاسبون. وهلا يبطي الحزة سطيع رجول. وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون. يا الوحوة الاعزاء. قبل ان يفارق مكان هذا. يحيط سيادتكم علما بان لما شرث دعوتكم لحضور الحق الاسلامي الكبير بمناسبة ذكرى ميل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك سيكون بعد صلاة المغرب من يوم التلاتاء القادم. وسيبدأ لحفلنا الكريه بنسب الله بلاوات من كتاب الله. ولذلك كلمات مقدمها تحية لصحر الذكرى. ولذلك ادام العشار والصلاة. وبعد الصلاة يساوها موفقني. كعبد متواضع حاضع لله. حادم لحلد ابن عبد الله. ارجوان موفق لله لبقاء كلمة ارجوها الى سيدي وحبيبي وغير قلبي. ليس مكتابا على باب المسجد للكعور فقط. إنما مكتب من ايها الذين من استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اسعار تذاكر الدخول من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشر مرات. ويأل الناس شفاعة بيوم القيامة لا اغفرهم على الصلاة. ايها السادة يا عزاء لا تنسر هذا الحفل القريم الجليل. لعلى الله يشفى صدونا ويخرج قربنا. الرئيس الاسلام يا عز المسلمين. اللهم لا يعلم كلمة الاقوى الدين. اللهم يسع على عبادك المخلصين. ارى لهم اجتمرد المسلمين. ارى لهم مرحبا يا رحيم. يحبك اصرنا. يطلنا امرنا. واحزن حلاسنا. وبلغنا مما يرضيك اهما لنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل داخلا وارزقنا اجتنابه. الله يحمر للسالمين بالسالمين واخرجنا من بينهم السالمين. اخطروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وامور قلب محمد. محمد تب القلب ويدائها وعافية الابدان وشفارها وامور الافسان ودوائها. وفق الله لا تغير المشلمين لرفعات الاسلام. الا الله ونور العدل والحسان والتائه والقربة. وما هل تحشاء والمنكر والبعض. وعراكم لكم تلكرون. قلوا الى صلاةكم والحمد لله. ورقب الصلاة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة